يقول هسا القضية التي يشكر عليها هذا الجامع أنه حاول أن يعطينا علامات ألا يخلط علينا الأمر حاول أن يميز بينما أشار إليه علي بن إبراهيم يعني هو من تفسير علي بن إبراهيم وبينما هو من تفسير ماذا؟ أبي الجارود لا أنه حاول أن يوهمنا أنه كله من علي بن إبراهيم ولذا عبارته يقول يظهر أن بناء الجامع على أن يفصل ويميز بين روايات علي بن إبراهيم وروايات تفسير أبي الجارود بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين في الكتاب ليكون الأمر أنه مختلط حتى تسقط كل قيمة ماذا؟ الكتاب لا 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 يعني أن الجامع كان ملتفت للأمانة العلمية والآن موجود أعزائي كثير من الكتب تكتب بهذه الطريقة وهو أنه مثلا أعيان الشيعة ومستدركات أعيان الشيعة لأن طبعت ولكن ميزة بين ما هو الأعيان وبين ما هو ماذا؟ المستدركات بكرة لي تبادر إلى الذهن كلها أنها لصاحبي أعياني الشيعة وكذلك في مسند الإمام أحمد أعزائي والتفتوا إلى هذه القضية بودي أن الأعزاء هاي النكات التي أشيروا إليها يكتبوها عندهم لأنه تنفعهم غدا في الدفاع لأنه مسند أحمد بن حنبل الموجود بأيدينا وهو سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين ألف أو خمسة وثلاثين ألف رواية هذه ليست كلها لأحمد بن حنبل كثير من رواياتها لعبد الله بن أحمد بن حنبل لابنه عبد الله وهذه ليست لها تلك القيمة الموجودة ماذا؟ للمسند الأصلي وعندما تراجعون أنتم الآن المسند المحقق الذي هو لأحمد بن حنبل يميز بدائرتين اللي مالت أحمد بن حنبل بدائرة سوداء واللي مالت أحمد ابنه بدائرة بيضاء حتى يتضح أنه هذه ولكن من لا يعرف يقول قال أحمد بن حنبل في المسند فمباشرة يشكل عليه أنه هذه ليست لأحمد بن حنبل هذه ماذا؟ هذه مما أضافه عبد الله بن أحمد بن حنبل عليّ لحوة يقول بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين في الكتاب كما أن